الحقيقة فيه نقلة حقيقية بتحصل في القطاع الطبي في مصر في منظومة التأمين الصحي الشامل علشان كده كان فيه اهتمام كبير بالخبر اللي تم الإعلان عنه أمس وهو تطبيق المنظومة في محافظتين جددتين من أول العام المالي الجديد 2024-2025 المحافظتين هم السويس وأسوان ويحسب للدولة المصرية أنه برغم التحديات الاقتصادية الموجودة لكن فيه إصرار وتصميم على أن المنظومة دي لا تتوقف وأنه لازم يكون فيه تغطية صحية شاملة بجودة عالية تقدم خدمة طبية لائقة لكل مواطن مصري ده بكل تأكيد يا محمد وممكن الحقيقة كمان أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي من أهم إنجازات 30 يونيور لأنه دي منظومة الهدف الأساسي منها أنها توفر الخدمة الطبية لكل المواطنين مفيش مواطن في المحافظات اللي بيتم فيها تطبيق هذه المنظومة هيكون خارج التغطية الصحية ويمكن لحد دلوقتي وصل عدد المستفدين من مزايا التأمين الصحي الشامل حوالي 4 مليون و600 ألف مواطن طيب الدولة بتتحمل تكلفة قد تتحمل الدولة المصرية حوالي 2 مليار و800 مليون جنيه اشتراكات لغير القادرين في المحافظات الأربع اللي شهدت تطبيق النظام فيها وهي بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء يعني حوالي 3 مليار جنيه محمد في أربع محافظات بس والأربع محافظات التجربة كانت نكحة جدا تطبيقها مظلة صحية المفروض كل المواطنين المصريين يستفيدوا منها احنا بنتكلم مع حضراتكم عن منظومة طبية بتشير كمان إلى مبادرات رئاسية في القطاع الطب بكلنا تبعنا هذه المبادرات الطبية والخدمات الصحية اللي بتقدمها للمواطنين خدمات علاجية بشكل سريع بأعلى مستوى وجودة طبعا المبادرات دي بدأت بمبادرة 100 مليون صحة عام 2018 ووصلت دلوقتي أنه يبقى عندنا عدد كبير جدا من المبادرات شغلين بنفس الكفاءة وفي نفس التوقيت وبمعدلات إنجاز كبيرة جدا بما أنك ذكرت المبادرات يا محمد مهم جدا كمان أن احنا ناخد بالنا كده من أسماء المبادرات دي هنلاقي أن معظمها بيهتم بالكشف المبكر يعني إيه الكشف المبكر؟ يعني أن احنا نحاول نكتشف المرض في مراحل يعني بدري شوية عشان بيكون العلاج أسهل زي إيه كشف المبكر عن أي أمراض؟ عن الأنيميا عن السمنة عن التقزم لطلاب المدارس كشف المبكر عن أورام الثادي للسيدات يمكن الدرلة الإسم هنا هي فكرة الوقاية والوصول للناس المريضة وتقديم العلاج لهم بالمجان والحقيقة إنه النتائج الأهم في المبادرات دي هي مبادرة القضاء على فيروس سي اللي عملت مسحل أكتر من 60 مليون مصري ووفرت العلاج لكل المرضى بالمجان وفي سبب هذه المبادرة وصلنا دلوقتي إنه مصر أصبحت خالية من فيروس سي فيروس سي لو هنفتكر كده مع بعض كان عشان أي مصري يا محمد يسافر بره كان لازم يجيب شهادة إنه هو خالي من فيروس سي كان معروف وكنا منتعامل مع هذا المرض بقينا من نسمعه عادي بقينا منتعامل معه عادي اللي عملناها جمانة معجزة بكل المطيس تحديدا في موجهة فيروس سي إحنا التجربة المصرية على فكرة بتدرس عالميا إزاي قدرت في وقت قصير جدا إنها تقضي تماما على فيروس سي بتدرس في منظمة الصحة العالمية بيتم الإشارة إليها في منظومات صحية مختلفة في العالم إزاي عرفنا في وقت قصير إن إحنا نواجه ونقضي تماما على فيروس سي وإن أنت توفر الدولة لأنه في وقت من الوقت كان العلاج فيروس سي كان غالي جدا دلوقتي بالعكس بقى متوفر وبقى سعره مفيش مقارنة بين الأسعار حتى اللي كانت موجودة ساعتها فيمكن المبادرة دي بالفعل كانت من أهم المبادرات لأن هذا المرض بالفعل كان مرض خطير جدا على أي حال النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن آخر التطورات الخاصة بالمبادرات الرئاسية كمان منظومة التأمين الصحي الشامل بكل تفاصيلها مرة تانية بنسبح على حضراتكم جميعا صباح الخير والسعادة وصباح الخير يا مصر